هذي دراسة وجلية المجتمعات العربية عموما تحسن تربية المرأة تحسن جيدا تعرف ليش تربي المرأة لكن الرجل للأسف الشديد ما هذي فهم العربية الأم العربية ما يضهق ذاك يعني المرأة عندنا احنا مرأة سبعة صح صح يعني تقدر تقوم لك بعرس تقدر تقوم لك بدار تقدر تقوم بكل أضغط وانا شوفهم في الوئيدة تتا وانا يقول لك تحل فيك راديو ومتحل فيك كل مرأة بمعنى القدرة تتاحة وعندها شخصية قادرة يعني الأسرة الجزائية تحسن تربية البنت لكن لا تحسن تربية الولد لدينا مشكلة في هذه الجزئية هذه الولد اهني في الشو يعني انا من قدرش نفهم انا كيفش كيفش الطفل لاجد في الضار حتى الهداش يقول الطفل ماشي يطفل بيبي طفل تاع عشرة سنين طناش لا والطفلة نغضي تشدي اخوك صغيرة عامين والأم تروح تشري الحليب والطفل هذا ماشي يدينا هذا صح صح لا ايه نحن فهذا الفاذ التكوين هذا في حدته كأننا كأن خالد فمحتاجين الى مراجعة الادوات تحتى في التربية في التكوين في بناء الشخصية في بيان الادوار هذه والان مثلا ذوك مثلا الموضوع هذا لما اثير الان يعني مشي في عاشر قيقرح نفريوها طبعا طبعا يحتاج الى تكرار ويحتاج الى مراجعة ويحتاج الى البسط يحتاج الى التوضيح يحتاج الى الشرح واسع لمثل هذه القضية وتكرارها حتى تستقر في اذهال الناس اشتركوا في القناة